هبدأ أستأذن حضراتكم الأول أننا نرجع لأستاذ عمر على مسألة في موضة طالع موضة من التلسين بتاع أنه إحنا عايزين بس مصر ندخل المساعدات وصلنا للحاجة جو بايدن وهو يتحدث عن أنه يعني قد إيه هو بيحاول يقنع فخامة الرئيس بدخول المساعدات فأنا هاخد هالك بنفس طريقة الشياطين ليه يا أستاذ عمر ما بندخلش المساعدات في الأول أنا سعيد إنه موجود مع حضرتك ومع الأساذ العظام يعني في العلوم السياسية في الأول أنا بس أحابب أقول أن احنا أول المساعدات دخلت من يوم 8 أكتوبر مساعدات طبية وبعدها طبعا كان فيه يعني إغلاق بشكل كامل لأن عدم السماح بمرور أي مساعدات من الطرف الآخر بعد كده تواجدت أول قفلة للتحالف الوطني من يوم 14 أكتوبر أمام معبر رفح باستفاف 105 شاحنة و3 عربيات إسعاف وعدد كبير من المتطوعين المؤسسات المختلفة في التحالف وعدد كبير حتى من المتطوعين المؤسسات من محافظة شمال سيناء عشان يكونوا جاهزين أنهم يدخلوا الشاحنات المساعدات واللي قبلت الحقيقة برضو بتعنت في عدم دخولها وظل الأمر هكذا لحين زيارة السيد الأمين العام للأم المتحدة لمعبر رفح ودعوته للطرف الآخر أنه يفتح المجال لدخول المساعدات برغم أن كان خلف السيد الأمين العام للأم المتحدة معبر رفح من طرفنا مفتوح ومن ساعة تم استهداف الرجل معنويا فورا يعني إحنا في الأول وفي الآخر كل اللي بنحب بس نوضحه كل شاحنات المساعدات تم تجهزها إحنا قفل الأولى بتاعتنا تم تجهزها في 36 ساعة وبتوجيهات من القادة السياسية فلو إحنا بالطرف اللي مش عايز يعني يرسل المساعدات مش هنجهزها مش هنرسل المتطوعين والشاحنات والمساعدات عشان توقف قدام المعبر ولا نرسلها ببساطة شديدة يعني إحنا جهزين من أول يوم وكنا موجودين وكنا عايزين أن احنا نقدم المساعدات واللي بالفعل بدأت تدخل يوم 21 أكتوبر وبمجرد انتهاء شاحنات القفلة الأولى اللي كان بتمر بمعدل نقدر نقول عليه للأسف أليل جدا في الأول لحين يوم 31 أكتوبر بسبب تعالية الطرف الآخر كمعا لحين انتهاء شاحنات القفلة الأولى في 31 أكتوبر تم تجهز القفلة الثانية في ثلاثة أيام فقط ثلاثة أيام فقط كان موجود ضعف العدد اللي تواجد في القفلة الأولى بل بالعكس تم إقرار أن احنا هنكون فيه جسر إغاثي ممتد يتقدم بمعدل تقريبا شبه يومي من شاحنات المساعدات اللي بتدخل بشكل شبه يومي وما زال تدفق المساعدات مستمر وما زال اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها تلسوا لك ودلوقتي ما زال اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها خلال أيام وخلال أوقات دايما هتكون متقربة هتبقى فيه إرسال لقوافل المساعدات من التحالف الوطني ومن مؤسساته اللي ما زالت بتدرك أن القطاع ما يحتاج لي مساعدات إنسانية وما زلنا بندرك أن دورنا كمصريين نحن نساعد أشق كونر في المساعدة